دخلت الطوالة ودخلت الدنيا كلها مقطرة دم وكانت فردة صبات شمراء انا كرمت بلاستي انا صافاء عندي صحاباتي وديني واحد الكليكا زوينا كنا نخرجوا بالليل ونظهروا بالساف خصوصا الى صفرنا المراكش والأقادير وبطبيعة اي بلصة كمشي لها كانت تعرفوا فعل شيء جديد وكانت هذه الطريقة التي تعرفنا بها على واحد الدري مؤخرا الذي بسببه عشت وحد الرعب عمره لم يتنسى ليه في حياتي وبسبب هذا الشيء اللي وقع ليه معه لم يتنسى ليه عن شيء سواء نعرفه سواء نعرفه سواء نعرفه واحد الليلة خارجين كيف العدنة وصحاباتي حتى تم جاي عدنا وهدار معنا وقال ليه بأنني أعجبتوه وبغيت تعرف عليه أكثر انا بليه بأنه دري نقي وزوين ولبس مزيان قلت مفاتش يا اي بنتعرف عليه ما لغية كني وفي الصراحة انا اعجبني المهم بقينا كنها ضروف والأخرت بدنا نوامر تعفقنا باللي ما دام حنا زيدين وحجو السمانات اخرين ما فيها بس نعود ونشوفه مرة اخرى وفعلا عندك شيء اللي درنا بقينا كنطلاقا ونخرجو ونصهرو ونضحكو واخا كنت انا يلا تعرفت عليه ولكن الطريقة المعاملة دياله معي والمواضيع اللي كنش بدء انا وياه وكيفش كنت تصرف معي حسيز مراسيب حلا كنعرفوه مجحال هذه السيد قاري وليه بس عليهم قل لي بأنه عنده دارو بوحده وخدم مزيان ما فيه جميع المواصفة اللي تقدر تجد به حتى يصنع بأي بنت عليه واحد اللي لها كنت خارجة غير أنا وصحابتي عيطته لكي نشوف معه وقعت لها هاااااااااااااااااااااااااا افين شاهدها قال لي انه رغير الدار وبدلا لا يخرج ما بقيت كان نطلفيه باش يحيد التوحشه هي هذه ما جيت في الدر حداية قريبا انوي خمسا ديال الدقيق هو يوصل ويلة كبيرا كيف هالدارها قريبة هنا يحيد خمسة دقيقة لم يكن يجب أن نزل دماري الطموبير 10 دقيقة مارس ندحكنا ونشطنا وضوزنا لوقيتها زوينة هادرة تجيب هادرة لما نشعر راسي نقول لصحابتي وهي سيرو تومة نرغمشي معه للدار ركبنا في الطموبير 8 غالين تقريبا 25 دقيقة ونحن كنا نزل في الطريق وننسول وقلت لها وماذا أنت قبلة منك أنت هادرة معي وماذا كنت في الدار؟ قال لي كنت غير في الطريق وقلت هنا كنت أشعر بشياء ليس هادرة وقلت في 5 دقيقة ونزل ونزل في الطريق ونزل 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 لذلك فقد قمت بها ماذا حدثت بوريشة المهم هو أنت وصلنا للدار وكان دارا كبيرا بثاف صارحة عجباتني وزوينا بثاف ويبيني أنهم خاسرين عليها فلوس هادرة وقلت لي هذا الدار ارتاحي وأنا سأطلع البيتين بالتلح ويأتي حيث مني كنا في القهوة تكفح عليه العاصر أنا قلت لي هو أخا هو غير طلع قسلني الفضول قلت أنه نضرب دوره في الدار وأنا كنت سارة أمه قلت أن نغسل إيديه في طوالت وغير حليت الباب ودخلت لديك الطوالت ويا ريتني لم أذهب معه ولا أعرفته ولا أخرجت هذا النار الذي سأتعرف عليه فيه من حتى الدخل الذي سأتدخل قلت لي أن نقاطي في الأرض الدم وقلت بحالة ممسوح وفردة صباط وهذه العيالات أنا لم أفهمته بقيت كارمة في بلاستي الحاجة الوحيدة التي تسمع في الدنيا هي هوربي 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 شدتني واحد الرعدة ومشيت قلت أن أجري الباب حليته وهربت أعمرني لم أجريت في حال هذه الجرية كنت تغنطح ألف وليس حل من مرة خرجت برا وجاب الله الدنيا كانت عامرة الناس غادين وجايين بقيت أن أجري حتى بلية واحد مول الطاكسي أركبت معاه بالهلية ترى أهلية الحاجة الوحيدة التي قلت لي الديني 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 لا أريد أن أقنضر هي الديني في مدى ثاني واحدة استوعيت بشوية بشوية أعاد وعطيته العنوان لصاحبتي لم أجريت أن أعود لصاحبتي لقد قلت لصاحبتي أتوقيت السيد معي أكثر من 20 مرة صح بشوية تخليعات قلت لي لا تجاوبي وكذلك وفعلا دكت الشليدرت لم أجاوبته ولكن صيفت لي ميساج قلت لي وقلت لطوالته والأخبتي وكان غير بقيت وعطيتني فرصة باش أشرح لك هذه كرة غير أختي كانت كالطيب وضربت إيدها خيبة ومشت للسباتر ومش أنا حمقا نتقبت شي ومش أنا هبيرة نتقبهت شي هذا الشيء لا يدخل للأعقل بالخصص من ردة السينتة وقلت لي أنه يعيش بوحده ومعندوش أخواتات بنات شديدتك النمرة حررتها واخديت نمرة أخرى وتليفون فرماتيته ومشيت لمدينتي اليومين هذا لم أبقيت لك أن نصافر ولا نصار ولا نخرج من الخدمة للدار ومن الدار للخدمة حتى صحابتي لم أبقى عندي معاهم كيف زمان حتى لم أبقى أن نخرج معاهم أول يومني كنت تفكر ذلك كنت أقول كنت تفكر ذلك كنت تفكر ذلك